أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشؤون الثروة الحيوانية فتح باب استيراد الأبقار الحية والدواجن من البرازيل نائب المدير العام للهيئة لشؤون الثروة الحيوانية زهر الوزان أعلنت عقب اجتماعها مع وزير الزراعة البرازيلي بلايرو ماجي أن الجانبين ناقشوا لإجراءات المتخذة من الطرفين وتم الاطلاع على جميع الاشتراطات حرصا على وصول شحنات أمنة وأضافت أن الجانب البرازيلي رحب بزيارة وفد كويتي للبرازيل لمعاينة عمل المزارع وزيارة المختبرات وتم خلال الاجتماع للطلاع للضمانات والإجراءات البرازيلية بشأن فتح استيراد اللحوم ومنتجاتها وفي وقت سابق تباحث الوفد الاقتصادي البرازيلي في غرفة تجارة وصناعة الكويت حيث أكد موثل الغرفة على أهمية التبادل التجاري بين البلدين كما عرض الوفد البرازيلي شريطا وثائقيا تضمن حصيلة أهم الصادرات البرازيلية لدول العالم